بكرة في مواجهة من المواجهات الكلاسيكية الرائعة التاريخية الكبيرة ظروف الفريقين مختلفة تماما في الوقت الحالي ولكن يبقى اسم الفريقين يكفي لنحن نستمتع إن شاء الله بمواجهة كبيرة الاهلي وهو في أفضل أحواله على الإطلاق يواجه الإسماعيلي اللي بيتحسس طريق العودة للأمجاد أو على الأقل طريق العودة للحياة الطبيعية في كرة القضم الأهلي الإسماعيلي غدا مواجهة رائعة في الدوري المصري الممتاز لهذه المواجهة يختار مرسل كولر قائمة للنادي الأهلي مكونة من محمد الشناوي في حراسة المرمى مصطفى شبير ومصطفى مخلوف معاه في حراسة المرمى في خاطر الدفاع علي معلول كريم الدبيس محمد عبد المنع مياسر إبراهيم وخيال عبد الفتاح ومحمد هاني أما وسط الملعف فيه أليو ديان جامران عطاية وإحمد نبيل كوكا وإمام عشور ومحمد مجدي أفشا وحسين الشحات وإحمد عبدالإدرابرس تاوى طاهر محمد طاهر وريضا سليم ليه بقى علي معلوله كريم بيستنين لا دي غلطة أكيد داخلت معنا في خط الوسط في خط الهجوم هيبقى فيه أنتوني مودست ومحمد زعلوج في غياب طبعا صلاح محسن لإصابة وكهربا لإيقاف أبرز غيابات الآيزة متحركم محمود كهربا إيقاف صلاح محسن وكريم ندفد وعمل السلاية ومحمود منتوالي ورام الربيعة بسبب الإصابة أكرم توفيق لسه مش جاهز فنيا أنا كريم فؤاد ومحمد الضو كريستو وحمز علاء تم استبعادهم لأسباب فنية طيب التشكيلة يلعب بالأهلي قدام لإسماعيل التشكيل المتوقع لهذه المواجهة يبقى فيه محمد الشناوي في حراسة المرمى في خط الدفاع محمد دهاني وآسر إبراهيم ومحمد عبد المنم وعالي معلول وفي الوسط مروان عطايا وقاليو ديانجا وامام عشور وفي الهجوم السلاسي حسين الشحات وبيرس التاو وأنطوني مودست لتشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة النادي الإسماعيل على الجانب الآخر قائمة النادي الإسماعيلي لهذه المواجهة الكبيرة محمد فوزي وكمال السيد وعبدالله جمع في حراسة المرمى في غياب أحمد عادل عبد المنم للإصابة في خط الدفاع محمد عبدالله جمال عفوا وإحمد عبد المنم غاب للإصابة خط الدفاع فيه محمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وكريم عرفات وعصام صبحي وإحمد محسن وحمد النقاز ومحمد دسوئي وفي خط الوسط موجود محمود الشبراء ومروان حمدي ومحمد حسن وعبدالله السعيد وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ونادي الرجب وعمر الساعي وفي الهجوم عبدالرحمن مجدي ويهو النور وباسم مرسي وحسين صابر قائمة والله فيها لعيبة مميزة والله فيها لعيبة مميزة الإسماعيلي بس محتاجي يفوق شوية هيفوق مع كابتر ياب جلال الأعتقد يعني طيب